خلينا ندخل في أمور أنا أراها أو كلنا نراها الدولة أراها المواطن يراها والمواطن اللي مش شايف ده لازم نبلغه ونفهمه ونشرح له الحدود المصرية كلها فيها بؤر توتر أنا عندي في ليبيا توتر، أنا عندي في السودان توتر، أنا عندي في فلسطين توتر وده أمن قومي مصري لا يقبل بأي حال من الأحوال أنه الوضع يستمر بهذا الشكل عايزين نفهم إيه اللي بيحصل من تطورات للأوضاع في الداخل السوداني وأيضا الدور اللي مصر بتلعبه بمنتهى النزاهة بل هي النزاهة المطلقة كمجرة العادة في حل هذه الأزمة معنا عبر زوم الأستاذ معتز الفحل الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي بالسودان أهلا وسهلا أستاذ معتز أهلا وسهلا أستاذ يوسف الحسيني ومرحبك وبالقائرة وبالقناعة المصرية ولك التحية والله لك مني كل التحية والمحبة ولكل الشعب السوداني يعني لأننا ليه أصدقاء كتير جدا في السودان أميك العظيم والمشاهدين أنا تعرف سعادتك ونحن سعيدين يعني باهتمامك وأنا شايف أنك المداخلة الأولية بتاعتك حقيقة تناولت القضية من ناحية مختلفة تماما إن شاء الله ونقدر نسهم فيها بما يفيد البلاد والعباد الله يخليك أستاذ معتز أستاذ معتز يعني عايزين نفهم منك تطورات الأوضاع في الداخل السوداني والتطور يذهب إلى أي منحنة هل هو المنحنة القطر أم منحنيات الحلول شكرا لك مرة ثانية أستاذي أنا أفتكر أنه الوضع في السودان من ناحية الإنسانية وماشي من سيء لأسوأ النزوح زادت نسبة لسبعة مليون حسب تقرير الأمم المتحدة المشاكل الإنسانية ترتبت عليها ثار بتاعة المجاعات والوبائيات الكوليرا بسبب الحرب والقتل والدمار اللي تم في السودان انتقال الدعم السريع ومليشياته من دارفور للخرطوم ومؤخرا إلى الجزيرة ومدني تكرد تطور خطير وتوسيع رقعة الحرب في السودان وتمدد خطير جدا وينذر بأنه فيه مؤامرة كبيرة جدا على السودان وعلى أهله وهذا الأمر يتطلب يؤثر بالتأكيد على دولة جوار جميعها ويتطلب إدراك ووعي والتعامل معه بمستوى درجة الخطورة الحمران ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى موسيقى